الرئيس السيسي يؤكد للشيخ محمد بن زايد التزام مصري بأمن الخليج كامتداد للأمن قومي المصري الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفايات يومية بكورونا على الإطلاق بأكثر من 3700 حالة واشنطن تفرض عقوبات جديدة على خمس شركات للبترو كيمويات مرتبطة بإيران الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت جرينتش موجزون إخباريون جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في جميع المجالات مشيراً إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات جاء ذلك خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي أكد أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وأهمية استمرار التنصيق والتشاور المكثف للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحدياته وأزماته هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسامراطي أن الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي توافق على مواصلة بذل جهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة كما شدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري أعلن مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا حيث وجه مدبولي بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع اللقاحات والإعلان عنها والمعيير المتبعة في هذا الشأن أكد مدبولي أيضا ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأفرض الغرامات على المخالفين توجهت وزيرة الصحة هالا زايد إلى دولة الإمارات لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا إلى مصر وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفع الأولى من لقاح شركة سينوفارما الصينية وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن الزيارة تأتي في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين وتتضمن بحث إمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع فيما يخص لقاحات فيروس كورونا إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فيكسيرا سجلت الولايات المتحدة وفات أكثر من 3700 شخص وإصابة أكثر من 250 ألف آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 40 و20 ساعة في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق وبحسب بيانات نشرتها جامعة جونس هوبكنز سجلت الولايات المتحدة 3784 حالة وفاة ناجم عن الوباء في حين بلغ ارتفاع المصابين بالفيروس الرقدين في المستشفيات الأمريكية إلى 113 ألفا أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسلا فوندورلين أن دول الاتحاد الأوروبية السابع والعشرين ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كورونا في اليوم نفسها عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية الضوي الأخضر للقاح الذي طورته شركة فيزر بايونتيك وقالت فوندورلين أمام البرلمان الأوروبي إنه في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول وبعدها يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور في كل دول الاتحاد الأوروبية أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على خمس شركات بتروكيمويات مرتبطة بإيران أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الشركات التي تمت معاقبتها انخرطت في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيموية الإيرانية وأكد البيان أن مصار تخفيف العقوبات سيكون ممكنا إذا حدث تغيير جذري في سلوك تهران انتهى موجزة الخامسة ولنا أن نحيط المساعدة المشاهدين بأن تردد أكسترونيوز HD 12303 معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي كنتم معكم أنا سارة عبدالله إلى اللقاء